يا مساء الجمال يا مساء العسل على احلى متابعين في الدنيا كلها طبعا لو عجبكم الفيديو متنسوشوا اللايك والشير وتفعلوا القرص وصلكم كل جديد النهاردة يا حبيب قلبي هنعمل معاكم مخلل الليفت المشكل بالخيار والبصل بطريقة سهلة وبسيطة خالص طبعا عندنا النهاردة اول حاجة هنصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ده روس الليفت يا حبيب قلبي الليفت اللي أنا شريه من السوق النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هنمسك الليفت بقا نقطفه وكده يا حبيب قلبي زي ما انتوا شايفين مسكت قطفت المخلل الليفت بالشكل ده وده معانا خيار مقطعه بالشكل ده وغسله كويس وهنبدأ نقطع المخلل مع بعض ده المخلل بتاعنا هنقطع فيه بقا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده نفضل نقطع لغايتين ما نخلص الكمية اللي معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده يا حبيب قلبي وبنستمر في التقطيع وكده يا حبيب قلبي احنا خلصنا الكمية المخلل وقطعناها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهننزل عليها بحبة ملح يا حبيب قلبي وهنقلب المخلل في الملح كويس ونسيبه ساعة على اقل وده الخيار بتاعنا هنحطه برضه علي شوية ملح وهنسيبه ساعة برضه وده شطم قطعها كتاح صغيرة وهنقلبها في الملح كويس وهسيبها ساعتين كده او ساعة وجبت طبعا مخالي لو حطنا عليه بصل ببطعمه جميل مسكت بصل وشققته زي ما انتوا شايفينه كده عملت فيه فتحات اربع فتحات وده مخالي للبصل يا حبيب قلبي وكنت دقا قرنين شطة وراس طوم ودقتها مع بعض وحطتها على البصل وبدأت اشطف المخالي بتاعنا من الملح اللي كنا حطينه مع بعض وحطينا المخالي كله مع بعضه هنقلبه عشان يتقوم اللي انا كنت دقاه وده كان ما عندي هنا في التلاجة من السنة اللي فاتت باثنين بنجر قطعتهم عليه وده كان شوية ملح بشطة برضو قلبتهم عليه تعال بقى نعمل المحلول دي مية غالتها وستها تبرد ونزلت بها بالملح وده شطة كنا نفرزانها مع بعض نزلت برضو عليها وحطتها في المية ونص كباية خالب وحطنا معلقة سكر وبعد كده هنبدأ نعب في البرتمان السكر دي حبيب قلبه مفيد جدا ومهم جدا عشان يفضل المخل بتاعنا يقرش قد المخل اللي هو الشكل الجميل يا حبيب قلبي وكده خلصنا تعبية المخلل بالشكل الجميل اللي انتو شايفونه ده وهنجيب بقى محلول المية اللي احنا عاملينها اللي هو المية اللي غالناها وستناها تبرد وحطنا الملح فيها والشطة بتاعتنا وحطنا عصر نفاه لمونة وحطنا معلقة سكر هنجيب المحلول بتاعنا ونبدأ بقى ننزل ننزل بيه في البرتمان حبة بحبة كده بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده وكده حباب قلب المخل بتاعنا يكون خلص يارب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم ونالقي عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوشوا اللايك والشير واتفعلوا الجرس وتعملوا كومنت يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتو زورونا في فيديو جديد من مطبخ شيري باي باي اشتركوا فيديو جيلة اشتركوا فيديو جديد من مطبخ شيري باي باي بي